إذن متابعين الكرام في صدمة أخرى لنظام حضيرات الجزائر نظام الفشل وديبلوماسية الفشل الموضوع متعلق بكينيا اليوم متابعين الكرام مجلس الجهاد ديال العيون السقية الحمراء يصادق على مشروع اتفاقية إطال للشراكة مع مقاطعة مانديرا في كينيا وقد نرجع لكم شياب اللور باش نشرح لكم السياق ديال هذا الصفعة وديال هذا الانتكاسة الجديدة ديال نظام حضيرات الجزائر فكما تعلموا متابعين الكرام بعدما تقلد الرئيس الجديد ديال كينيا الرئاسة وما زال في حفل التنصيب أعلن على أنه سيسحب الاعتراف بمرتزاقة البوليزاريو كينيا متابعين الكرام اللي هي جات في الشرق ديال القارة الإفريقية عندها دعم كبير جدا لمرتزاقة البوليزاريو لسنوات وسنوات كانوا كيدعمون مرتزاقة البوليزاريو وكانوا كيدخلهم للأمم المتحدة باسم كينيا باش يديروا شي مؤتمر صحفي دائما كنا كنا نشوف هذه المسألة هذه كينيا كانت تعتبر حالي في نظام حضيرات الجزائر ضد المغرب فيما يتعلق قضية صحراء المغرب فبعدما تقلد هذا الرئيس الجديد للرئاسة في كينيا أعلن أول قرار كيعلن عليه أول قرار كيعلن عليه هو ما زال في حفل التنصيب أعلن عن سحب الاعتراف بمرتزاقة البوليزاريو نظام حضيرات الجزائر نضط فيه العافية نظام حضيرات الجزائر نضط فيه العافية كيفاش كينيا لمنذ سنوات هي كتدير وكتفعل كتنط كتتسحب الاعتراف بمرتزاقة البوليزاريو أشنو داروا مساخة الوالدين نظام حضيرات الجزائر مشاو قدموا مليار دولار لكينيا أعطوهم مليار دولار لكينيا وأنا ذاك كان عم نجد حاجكم الرئيسة الدومية دي لحضيرات الجزائر وقال على أن الجزائر ستتبرع بمليار دولار لدول إفريقية ولكن هي في حقة الأمر مشاهدت إلى كينيا ذهبت إلى كينيا لتراجعوا على سحب الاعتراف بمرتزاقة البوليزاريو وفعلا عرقلوا هذا السحب الاعتراف وتم تجميده لكن هذا التأثير بدأ يذهب أدراج الرياح صرفوا مليار دولار لكي يوقفوا هذا السحب الاعتراف لكن التأثير وقع وقع ما هو التأثير؟ التأثير يلزع زعت الثقة ما بين كينيا وحضيرات الجزائر كينيا طوال سنوات وهي كانت تدعم مرتزاقة البوليزاريو كما قلنا المغرب استطاع أن يخترق كينيا استطاع أن يخترق كينيا ويخلق نوع من عدم الثقة ما بين الكينيين وما بين نظام حضيرات الجزائر اليوم متابعينا الكرام في هذا الصياق كنسمعوا على أن مدينة العيون ولمجلس الجهة ديال العيون كيوقع اتفاقية اتفاقية إطار مع مقاطعة مانديرا في كينيا شنو معناته متابعينا الكرام معناته بأن التأثير دياله مليار دولار بدك يمشي تأثير دياله مليار دولار اللي من المفترض أنها كتخصت تصرف على البوصباعي وعلى الطوابير وعلى المجاعة في حضيرات الجزائر ترفت من أجل إنقاذ اعتراف وهمي بمرتزقة البوليزاريو في كينيا المغرب نجح بالفعل في زعزعة الثقة ما بين كينيا وحضيرات الجزائر نجح في اختراق كينيا بطريقة أو بأخرى وخاء صرفوا هذا مليار دولار باش يوقفوا وليجمدوا هذا صحب الاعتراف بمرتزقة البوليزاريو التأثير وقع وقع حالة عدم التقاء وقع 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 ما عندكم كديروا تهربوا من هذا الواقع يا حضرات الجزائر واليوم كنسمعوا مجلس ديال الهيون كيوقع اتفاقية مع مقاطعة من كينيا في نيام مليار دولار ذهبت أدراج الرياح والبصبع يمزل وقف في الطوابير ونظام حضرات الجزائر ما زال كسرف في الأموال وكسرف في خزينة حضرات الجزائر على أمور تافهة جدا على أمور لا تفيدوا في جيء على أمور في نهاية المطاف التأثير ديال هذه الفلوس ما كيبقاوش وهذا المسألة طبيعة الحشفنا على مرة السنوات الماضية وعلى مرة العقود الماضية نظام حضرات الجزائر يحاول شاهدوا الحالة التي وصلت فيها الآن الفشل الدبلوماسي الذي وصل له الآن لأن الدبلوماسي التي تتأسس على شراء الأصوات وعلى الأموال وعلى البيترو دولار ومع مرة ما تزيد لقد تزيد لقد تأجل فقط بعض الأمور في حالة المسألة التي وقعتها في كينيا أنهم أجلوا المسألة لصحب الاعتراف لكن نرى الآن على أن هذا التأثير لهذا الفلوس لم يقاوش بداية تنضطر شوية بشوية فالآن هناك زيارة مرتقبة للرئيس ديال كينيا إلى المغرب وفي الغالب من خلال هذا الزيارة سيعلن السحب النهائي ديال الاعتراف بمرتزقة البوليزاري وستكون ضربة قادية لنظام حضارات الجزائر ونحن بدنا نشاهد المؤشرات الآن مدينة العيون في الصحراء المغربية توقع اتفاقيات مع مقاطعات ومع مدن في كينيا وهذا مؤشر على ما هو قادم ومؤشر كذلك على أن نظام حضارات الجزائر خسر كينيا خسر كينيا والفلوس لإحباس ماك ذهبت أدراج الرياح بدون أي نتيجة تذكر متابعين كرام أراكم في فيديو قادم